بسر أكمل معكم حلقتنا نهاردة في نهارك سعيد وكنفسي ابتديها بأغنية هو صحيح الهوى غلاب وتبقى دي الفصل لأن دي أحد قصائد وأحد أشعار الشعر الكبير الراحل بيرام التونسي اللي راحل عن عالمنا من 51 سنة وتحديدا سنة 1961 بيرام التونسي كتب أشعار لكل الناس كتب أشعار تقريبا لكل الفئات بيرام التونسي اتكرم وتنفى برضو ناس رفعته على الأعناق وناس يعني نفته وخليته يشتغل شغلانات صعبة جدا وتعذب جدا ومات فقير كحال الكثير من الفنانين العظام اللي عاشوا في الفترات يمكن قبل كده ووقت ما كان هو عايش كمان خلونا نتكلم عن واحد النهاردة بنوحي ذكرى رحيل الشعر بيرام التونسي شعر العمية بيرام التونسي خلونا نتكلم عنه النهاردة ونعرف تفاصيل أكتر عن حياته من ضفنا اللي بيشرفنا في الستوديو الشعر والناقد أستاذ الشعبان يوسف نهارك سعيد يا فتر نهارك أسر هو طبعا بيرام التونسي واسمه التونس لأن والده كان تونسي ماش كده عايز عرف بس أول معلومات عامة عنه يعني هو محمود بيرام التونسي اتولد في السكندرية في السيالة رغم أن هو في شهادة ميلاده تحط في الأزريطة لأن والده كان مجاوز اتنين وبعدين لما تولد بيرام فأبوه كان قاعد مع الزوجة التانية فثبته في الزوجة التانية دي أول مفارقة لبيرام التونسي وحتى هو كاتب لسكندرية حاجات كتير جدا جده جي اسكندرية في سنة 1840 وبعد كده يعني رغم أن هما فضلوا توانسة ولقي بدا لقب مش اسم التونسي إلا أنه كان بيعشق مصر عشق يعني كبير جدا ربما أنه هو استطاع أن يعبر عن مصر أكثر مما عبر آخرون يعني أكثر من أحمد شاوي أنا أعتقد أنه هو الشاعر المصري الأصيل لأن نقول من الشاعر المصري الأصيل اللي جي في مصر هنقول بيرام التونسي رغم أنه تونسي ورغم أنه يعني كتب أشعار لمصر معظم 95% من أشعاره لمصر كتب عن قضاء الوطنية كتب عن قضاء الاجتماعية كتب عن قضاء التخلف الاجتماعي وطبعا كان شعراء جيله أو شعراء كانوا بيغيروا منه جدا ولأنه كان متحقق أكتر منهم وكانت كلمته نافدة هو بدأ برضو شعر فصحة قبل ما يكتب شعر العامية كتب اللي هي القصيدة الشهيرة بتاعت المجلس البلدي كتب عن باقع فجل يا باقع الفجل بتملين موحدة كامل العيالي وكمل المجلس البلدي مش أي مجلس تاني لأنه مجلس البلدي لأنه بيقاسم معاه تقريبا أي فلوس كتب تجيله فكان مجلس البلدي يأخذ نصها وبيضطهده برضو في نفس الوقت البلدية من زمان وهي نفس المنهجة هو مجلس بلدي ده كان مجلس سياسي كان مجلس زي مجلس الحي يعني مش مجلس بلدي بلد لا لأنه كان برامة تونسي طبعا بداياته لما راح الكتاب فكان بيقرأ وكان بيتسقف وكانت تقريبا يعني كان نهم في القراءة وأبوه شغاله في دكان وبعد كده كان بيسهى عن البيع والشيرة ويقعد يقرأ فلما مات ابوه كان له ورث صغير فحب يبيع البيت ويعمل بيه تجارة فمعرفش ماشي التجارة بشكل كويس فلما يفتح كمان مشروع خاص به فالمجلس البلدي قال له عزي النصيب لأ لأ الدخل اللي بيخش له من التجارة أقل بكتير جدا من الدخل اللي بيخش للمجلس البلدي من تجارته فابتدى طبعا يتعلم كتابة الشعر أرى بالمناسبة أن هو أرى محي الدين العربي يعني عنده ثقافة تراثية صوفية عظيمة جدا رغم أنه انقلب إلى الشعر العامية فيما بعد أنا عايزة أتكلم تحديدا عن باقع الفجل اللي كتبها رد الفعل ساعيتها كان عامل ازاي؟ هل عقب؟ هل اتحبس؟ هل دايقو؟ يعني عملوا ايه؟ لا 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 هو الحقيقة القصية دي على الواجه الخصوص هو راح ودها اللي كان فيه صحفي عظيم اسم عبدالأدر حمزة عامل جريدة اسمها الأهالي اسكندراني برضو هو من ضمنهور أساسا وبعد أن عمل الجرنان ده في سنة 2010 في اسكندرية وراح للمكاتب القصية دي راح للأسير عبدالأدر حمزة ويعني على الأساس أن يحطها في بريد القراءة أو حاجات من أو يحطها في حاجة متورية فجاء عبدالأدر حمزة راح نشرها في الصدارة ودي عملت شهرة رهيبة جدا لبرامل تونسي تمام ما تعاقبش هو ما تعاقبش الحمد لله لا لا لم يعاقب هو عقب في سنة في 2019 ودي كانت بداية المشكلة وإنه أيام ما كانت القضية الوطنية وحب سعد زغلول يعني القضية الوطنية في فرنسا وفي دول العالم فاحتج بعض الناس هو كتب قصايد عظيمة في سعد زغلول وكان فيه الشيخ محمد بخيت أحد المشايخ الكبار وكان المفتد ديار المصري أنزاك وما كانش مع القضية الوطنية وما كانش مع سعد زغلول فكتب قصيدة ابتداها بيقول يعني أصلي على نبي وطني المهم يعني هاجم محمد بخيت وقال له إن على الأبوك يا بخيت في القصيدة نفسها فطبعا فالشيخ محمد بخيت راح مكفر برامة تونسي طبعا على طول مباشرة مكفره يعني استخدم اسلوب تاني لتكفير برامة تونسي وإبعاده طبعا أسهل حاجة إنك تكفري مبدع وأصعب حاجة إنك تكفري مبدع في نفس الوقت والناس بتستجيب للمسألة ديًا فقال لك والله لعم المجلة فاجه القاهرة هنا للخياطة فاندي ده كان مراقب على النشر وقال له عايزة عمل جورنان فقال له بس جورنان محتاج رخص ومقال له رخص إيه بس وحاجة زي المهم إيه اتشاكل مع الراجل فالراجل اللي هو راح جايب له الشغيرة اللي عنده وراح مسكين برامة تونسي هلا بيلا وراح رابينه في الشارع في ده في سنة تسعة عشر يانهر ابيض اه فراح والله برام صمم قال لازم اعمل مجلة اهه برامة المجلة بتاعت اللي هي سماها المسألة مسألة اهو في سكندرية وسمها المسألة لجريدة ولا مجلة وابتدى يكتب سماها لجريدة ولا مجلة اه المسألة لجريدة ولا مجلة عشان ما يقولوش انت فين الرخص وحاجات من النوع ده هو وكتب عليها انها بتصدر غير دوري ولصاحبها ومديرها وطابعها ونشرها وكاتبها برامة محمود برامة تونسي وابتدى يعاند بداية بقى القصيدة اللي كتابها في الملك فؤاد انا زاك هو انا رأيي انه كان مصمار ومشكشكاتي الحكام وكان مقلقهم طول الوقت اه يعني يعني زي كده مثلا عمنا احمد فؤاد نجم دلوقتي اه بس دلوقتي ده برده منزم يعني من سبتينيات وسبعينيات احمد فؤاد نجم مشكشكاتي اه موجود دلوقتي اه موجود دلوقتي بصي نجم هيفضل نجم وبرام هيفضل برام حتى لو انه برام ما تدلعش برام طول حياته ما تدلعش ولذلك يمكن فيه ناس كانوا بياخدوا على عم برام انه مكانش اجتماعي يعني ما كانش بيعرف يعمل اه مدهنة يعني لو واحد شعر صغير مثلا لما كان يقعد على اهوة الحرية كان يقعد على اهوة الحرية اللي هي باب اللوقتي دلوقتي ويقعد يجيلو حد شاعر ويقول له قصيدة وبعدين قصيدة ما تبقاش حلو مثلا يقول له لا 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 اهوه ما تجيش تاني هنا فكانش اجتماعي وعش الجامل ما بيرابش يبدو بلوماسي يعني في بلس لذلك هو عمل قصيدة بتاعت الملك فؤاد وكان فيها تطاول على الملك فؤاد وضج منه الملك فؤاد بشكل فضيع جدا وانتو عارفين قصيدة الارع السلطاني قصيدة شهيرة جدا وان يعني كان مشهور ان الملك فاروق جيت ولد بعد اربعة شهور من زواج فكتب بيرام التونسي وهو كان بياخد الحماية الفرنسية بيرام التونسي في مصر يعني ليه فرحوا ماشيينه من القاهرة وطردوا فرنسا تمام نفى في فرنسا يعني نفى في فرنسا ماذا بقى في فرنسا الحقيقة عاش حياة مريرة جدا عاش حياة مريرة وحتى الحكام لم ينصفوه حتى ساعد زغلون باشا نفسه لم ينصفوه وكان مهاجم قبلها ينصفوه وبعد كده مصطفى النحاس كمان حتى لما راح برضه هناك واقعة مريرة جدا وكان على فكرة بيغزي المجلات المصرية بشكل رهيب جدا هم بيبعتون فلوس كل اللي خده من مجلة اسمها الشباب وده الأستاذ اللي هو كان بيتلقى بيتلقى شغله فخده 4 جنيه بيرام التونسي اشتغل شيال اشتغل في معامل بحديد الصلب اشتغل بقال ويوم ربنا قرم واشتغل في مجلة هناك وبعد كده جي مصطفى النحاس راح الفرنسا فحب يقابله فمعرفش يقابله واحد قاله طب هو ماشي الساعة كذا وراح يقابله فراح له الصفارة فقالول ده ماشي دخل عايز يقابله بالعافية فالمهم راح يقابدوا على بيرام التونسي واتهموه بانه عايز يغتال مصطفى النحاس وطلعو من المجلة وجاء الى مصر هو حتى الاصيدة الشهيرة بتاعته اللي هي عطشان يا صبايا يعني لو سمحت اقراها عطشان يا صبايا عطشان يا مصريين عطشان والنيل في بلادكم متعكر مليانطين ولا نهر الرون يرويني ولا مية نهر السين ودموع العين ما بتروي نار القلب الحزين شدة وتزول يا معوض سبحانه رب معين ده تلت حكومات يا اخوانا ظلموني واشك المين بتكلمة على الحكومة المصرية والحكومة التونسية والحكومة الفرنسية يا بنت باريس سئيني كساتك مليانين فاضل على العتبة الخضرة عشرين عام على الهاجين زغروطة يا موسيد احمد زغروطة يا مياسين راجع اتوضى وصلي وزور سيدنا الحسين وبوس ايد الشيخ بالبع وايد الباشا التخين واقول سلامات لخليفة والشعبان طيبين وتوب على سيد الزغلي عن كار الجرانين وتجوز بنت المشطة والكدية المسمعين اياك يتعدل حالي واخدم في الدووين والبس اسموك المقصب وبقى السيد تخين يا مناس في نعيمه وفي نعمة وتمشي على العجين غير شي جعله التخشيبة للغلبان الفطين واشعاره رغم انها بتنضح بخفة الدم والسخورية والتهكم الا انها فيها عمق غير حادي اه طبعا عبر عن المرأة المصرية بشكل كويس المجلة اللي هي المثالة لم تكن مجلة يعني ضد ضد الدكتاتورية ضد الحكم فقط لغير لكنها كان فيها ارشادات اجتماعية عجيبة جدا له قصيدة عن عيون الستات برضو لو يعني نقراها طبعا بس هي المجلة عادت تقدي ايه تقريبا المجلة ما عادتش كتير لانه 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 هجموه حتى مفيش اثار لها في دار الكتب اذا انقرضت للمجلة اه انقرض لان دار الكتب الحمد لله يعني اتساطى عليها بشكل كويس جدا ويريد تعملوا حلقة على المنهوبات من دار الكتب اكيد انتو عملت بحاجة عن المجمع العلمي لكن دار الكتب يعني نص التراث الثقافي المصر غير موجود مين اللي نهبوا عندنا اي اخبار اه لا طبعا بالتأكيد دي قراصنا دول في كتير معروفية ساكن معلومة دي مهمة ليه لانه طبعا على قد ما المجمع العلمي مهم على قد ما كان فيه اسرار لتصدير فكرة ان المجمع العلمي اهم من المواطنين فيعني التراث بيتسرق من غير ما نعرف فيعني احداث زي دي تراثه يتباع بشكل كويس جدا فمحدش يزايد علينا لايزور محدش يزايد على الارواح المصريين علشان مجمع العلمي عارفين يعني عندنا شكوك على زي تحرق اصلا بالزبط يعني تسألي عن حافظ نجيب برام التونسي نفسه تراثه غير مجموعة يعني برام التونسي انا عرفت ان الهيئة مصري عامل الكتاب بتجمع تراثه ولكن في حاجات كتير جدا ما تجمعينش البرام التونسي اولا ليه تخلف في التعامل مع نصوصه وفي نصوص كتير جدا غير برام التونسي غير مجموعة وغير موجودة في دار الكتب ودي مأساة ولازم دار الكتب يعني الدكتور زين عبدهادي اتمنى ان هو يحاول يرمم الامور مرة اخرى يعني هنقرق قصيدة عن المرأة عيون المرأة عيون عيون بس اكيد مش عيون الرجالة اكيد من العيون يا سلام سلم شوف وتعلم تحت البلائع تتكلم والدنيا نهار عيون تقولك اصدك ايه بتبحلق ليه ملكش شغلة عيسة عليه يا رجل يا حمار وعيون تقولك انا عرفاك والنبي منساك من يوم ما شفتك مش شباك يا جدع يا صغار وعيون تقولك روح يا رزيل يا بودام متقيل يا باي كبة في المخليل يا مهم مكتار وعيون تقولك انا حبيت يلا بنع البيت وعيون تقولك ان شاء الله ما جيت انا رايحة الزار وعيون تقولك بيه المحسوس انا عايزة فلوس وان شاء الله تحوس وتدوس انا عامله كار وعيون تقولك امشي يا واد انا ام ولاد وعيون تقولك عندي معاد ويا السمصار وعيون بسر الحب تبوح كده بالمفتوح وتعرف القلب المجروح معليهاش دار وعيون تسبل فوق الخد دي جد فجد وعمرها ما تكلم حد عيون احرار وعيون تحقق فيها بشوق تهرب على فوق بتقولك ابعد عني بزوق نظراتك نار وعيون ما تعرف زعلانة او فرحانة صباح مساء اه سهتانة صاحبة افكار وعيون لها ضحكة في وشك بس تغشك وتبص من تحت اليشمك تلق المنقار وعيون كده يبقوا مساهتين سفر وبهتين بالشكل ده عيون الخينين تضرب بصفار وعيون تبص وتتسفلق وقفة شلقلق وعيون تبربق وتبحلق عايزة مصمار قتلة تلحنت قتلة تلحنت بس الموسيقى تايها من ودني ربما انا ما اسمعتهش اغنيا بس هي فعلا هو كمان برم من اهم كتاب الاغاني في مصر اه دو ويريد بس يبقى كلامنا خفيفة على الناس اللي ممكن تسمعه بشكل كويس فيما بعد ما يكفروش ولا يحرموه لا اي حاجة او النبي ختاما كده انا عايزة اسأل حضرتك احنا اتكلمنا عنه انه كتب عناس كتير وكتب فصحة وكتب عامية تفتكر ايه اكتر حاجة بتميز شعر بيرام التونسي البعد الدرامي يعني اولا هتلاقي كل قصة كل اشعاره فيها نوع من القصص يعني فيها قصص فيها حكاية بداية ونهاية وبعدين ان دي كتبها من اول القرن وربما استطاع ان يشخص الاصايد خفة الدم اه اه التهكم انت لو لاحظت حضرتك فيه مفردات فيها يعني كانت مجهولة بس لو تحط في القصيدة تحس انك عارفاها هتعرف فيها من السياق العمق بيرام لم يكتب شعر بس كتب مقامات اه المقامات حاول انه يرجع فكرة المقامات تاني ويريد طبعا المقامات بيرام وفيه مش كل المقامات مجموعة يعني طهرة بفاشة اللي ارحمه جمع تراث بيرام المقاماتي لكن فيه حاجات حتى الان غير مجموعة كتب مقالات بالمناسبة لما راح تونس اعضر وهو راح ين اعضر بعد عشر شهر في تونس عمل مجلة هناك والمجلة دي فيها مقارات مهمة جدا وللأسف انها تجمعت فيه كتابين مجلدين في تونس تتعامل من وخمسين نسخة واحنا ما عملوش فيه سمعت عن كتاب اه انا ما شفتوش حتى الان عملونا كتاب اسكندرية للاستاذ اشطف ابليزيد عن نساء مارسيليا وده عملو في تونس يعني بيرام عالم واسع طبعا احنا كلامنا عن الشعر الكبير بيرام التونسي مش محتاج فقرة ومش محتاج حلقة واضح انه بس احنا عملنا الفقرة دي وكنا وسعدان احنا موجود معانا علشان الناس بقى تهتم هي لوحدها وتبتدي تروح تقرأ وتبحث في عالم بيرام التونسي الشعر والناقط شعبان يوسف شكرا انجزين على وجودات معانا شكرا انجز شكرا انجز لسا مكملين نهارك سعيد بعد الفاصل حالي قمان